السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها السنوية السودانية جماعة السنوية السودانية بتحقق حلمك خالبك بركز او في الحياة التالية وخليك معاي بتحقق حلمك اللي انت توصل لكلية اللي انت عاوزها باقل مجموع يا كل فان انت بتسافر هناك وبتعيش هناك الفترة بتاع الدراسة سواء هندسة او طب انا ما تواصلت مع كذا مكتب كده عشان نعرف الحقيقة ايه والدنيا ايه والكلام ده كله هيبقى في حلقات طبعا معنا هنجيب بقى الطلبة اللي كانت هناك رأيهم ايه الدنيا ماشية ازاي وانما تواصلت مع حد قدر توصل للمعلومات اللي نقولها دلوقتي دي مش اول حلقة نكلم فيها على السنوية السودانية نكلم عن حاجات كتير سواء السنوية السودانية او الجامعات السودانية وانا منزل كذا فيديو عنها وموجودة في تطبيق اجيل اندلس والكلام ده كله هسيب لكم الروابط وهسيب كل حاجات اسفل الفيديو عشان تقدر تتواصلهم مع معا شخصين او مع اي حد اقدر نفيدكم في الموضوع ده بكم اكبر يعني السنوية السودانية جماعة زيها زي السنوية المصرية بالضبط بس هي زيها زي السنوية الاماراتية زيها زي السنوية السعودية زي شهادة كلها ايه الفرق هنا هي عبارة عن شهادة معتمدة معترف بها دوليا ركز او في الحتري معترف بايه دوليا وهي معادلة للسنوية العامة المصرية بس الاختلاف اللي هي من بلد تاني اسمها السودان زي زي السعودية زي الامارات زي الكويت زي الكلام ده كل تب هي بتسمى السودان لي عشان نسبة للبلد اللي هي السودان تؤهلك بقاش هدا السنوية اللي اتحق بجامعات مصر يا يا جماعة الحكومية والخاصة عشان بس بس اللي بقى اقول له اسأل برضه في المجلس قاطع الجامعات وبتآهلك كليات الطب العسكري وبتآهلك للكليات الفانية العسكرية كل الكلام ده بتأهلك لي حتى كلية الشرطة حتى كلية الحربية في مصر كل الكلام ده عن ناس عادت معهم وقدرت تستفاد منهم عشان اقدر اقدم لكم المعلومة زي ما اتفقنا من قدم في قناة اجيل اندلس كل جديد وكل اكيد من مصادرنا الرسمية وهيبقى في لقاء مع دكاترة هناك ان شاء الله قريبا على قناتكم ان شاء الله قناة اجيل اندلس ادراسة خارج مصر بعد ما بتحصل على الشهادة بتؤهلك بتؤهل اي طالب للتحكم بالجامعات دي كلها حكومية او ايه او خاصة من افضل الجامعات الاجنبية المعتمرة المعتربة دوليا وعربيا وافريقيا كمان واروبيا دي الشهادة السنوية السودانية بتضافة ان هنا نظام التعليم هناك اولى وتانية سنوي نقل بيدرس الطالب علمي وادبي معا اولى وتانية سنوي نقل عشان نبقى ايه نبقى على نور كده باول حاجة نعرفها نعرفها كده اولى سنوي وتانية سنوي نظامها ايه نقل ويدرس الطالب اللي اتنين علمي وادبي الاثنين مع بعض اما ثلثة سنوي شهادة وبتختار بقى فيها الطالب بقى هيدرس ايه علمي ولا ادبي والتخصص هناك العلمي له اختيري الطالب بيختار اركز او في الحيطة دي الطالب بيختار ان يكون رياضة واحياء معا زي السنوية الازهارية في مصر أو علم رياضة بس يعني ما بيختار زي السنوات الأزهرية علمي اللي هو رياضة وأحياء مع بعض زي السنوات الأزهرية او يختار علمي رياضة فقط تمام د subm emeb yezat yacc klamable يعني احنا بنتكلم ماشي عم człowie أول حاجة الشهادة السودانية تتميز الي هي عن جميع الدول العربية كلها اي هي مميزاتها يعني يعني عاوزينو من الآخر ايه ممهزات اللي هي شهادة السنوات السودانية ويالتو حد سمع انه كان بيدرس السوداني يكتب لنا في التعليقات رأيه ايه وايه اللي حصله لان فيه حاجات كتير وفيه ضحك كتير في الكلام ده وفيه نصب كتير عشان يبقى عارفين برضه يعني من عيوب الاماكن دي اللي فيها نصب كتير وفيه نصب يضحك عليك اول حاجة منهج السودان اسهل من المنهج المصري وبالتالي سهل جدا ان انت تجيب مجموع عالج ده اول حاجة ان المنهج ايه السوداني منهج سهل عن المنهج بتاعنا وسهل انت تجيب اعلى مجموعة بالاضافة ان السنوية الوحيدة الوحيدة اللي مجموعك فيها مش بينقص لما تعمل معادلة بالسنوية المصرية وبتقدم مباشرة في اي جامعة مصرية اللي هو ما بينقصش بشاهدتك بس ايه بدون معادلة او امتحان قدرات دي الميزة يبقى السنوية اول ميزة فيها اسهل من السنوية المصرية تاني ميزة السنوية الوحيدة اللي مجموعك فيها ماله بقى مش بينقص لما تعمل معادلة بالسنوية المصرية او لما تعادلها بالسنوية المصرية وبتقدم مباشرة في كل الجامعات بشاهدتك بشاهدت السنوية السنوية خلي بالك دي بدون معادلة او امتحان قدرات ويبقى معانا طبعا الناس هنستشرهم في الكلام ده كله اولى وتانية سنوي نقل والصف الثالث فقط شهادة يعني اولى وتانية ايه نقل زي هنا كده والصف الثالث شهادة بعد كده الله علم ما هيبقى عندنا عامل ازاي ودي ميزة مهمة جدا للطلاب اللي هم المنقولين من ثالث اعدادي الى اولى سنو اللي اولى وتانية نقل الشغل كله على سنة ثالثة مجموع التنسيق في جامعات مصر الحكومية منخفض بعد الحصول على الشهادة السنوية السودانية يعني هنا دي ميزة ربعة يبقى احنا قلناك كده دي ربع ميزة انخفاض مجموع التنسيق وهيسيب لكم صور اسفل الفيديو هتبقى موجودة معان واللي بيظهر قدامكو ده انخفاض مجموع التنسيق في جامعات مصر الحكومية بعد ما تحصل على الشهادة السودانية ده اللي بنكلم فيه والتنسيق زي ما بيظهر قدامك التنسيق الطلاب المصريين في جامعات مصر الحكومية بعد حصول مع الشهادة السودانية 2018-2019 و2017 زي ما بيظهر مثلا الطلاب الحد اللي قدنا في كل الطب كان 87.8% صيدلة كان 83.3% ده الهندسة البترول كان 87.6% علاج الطبيعي كان 83.8% ده بقى قدامك هاوز لما بيظهر كده كل اللي بيظهر قدامك ده ده بالنسبة للعلم ده بالنسبة للأدبي بيدرس تاريخ بيدرس جغرافيا بيدرس عربي بيدرس انجليزي بيدرس دين بيدرس رياضيات أساسية ومادة كمان بيختار يبقى المواد اللي في أدبي بيدرسها ايه بيدرس تاريخ بيدرس جغرافيا بيدرس عربي بيدرس انجليزي بيدرس دين ورياضيات ده حاجات أساسية وبيدرس مادة كمان اختياري طيب لو أنت بقى متخصص في مصر التخصص هنا معين مالوش أي علاقة بالسودان مالوش أي علاقة لأن هنا بتتخصص من جديد ضمن اختيارك للفروع اللي أنت عاوزها اللي احنا قلنا عليه سواء بقى أدبي أو علمي أو أحياء ورياضة مع بعض خلاص يبقى علم الرياضة لوحده يا إما علمي رياضة مع أحياء انت برحتك انت بقى ده التخصص اللي انت هتستمر فيه تمام ده بالنسبة لإجمال السنوات السودانية الخلاصة بتاعت يبقى السنوات السودانية مميزاتها أربع مميزات عندنا اللي منهجة أسهل اللي هنا السنوية ما فيش معادلة بالإضافة أن فيه كمان ميزة ثالثة الأولى والتانية والتانية نقل تمام تلتة بس شهادة بعد كده انخفض مجموعة تنسيق بالنسبة للمصري ده بالنسبة للسنوات السودانية ان شاء الله ان شاء الله هيبقى معنا فيديوهات مع لقاءات مع داكاترة هناك مع طلبة هتكون هناك ان شاء الله قناة اجان ده ستتواصل معهم ونوصل اللي احنا نجيب لكم المعلومة الأكيد بس عايزين نختم بعيوب السنوية السودانية ايه اللي ممكن يبقى فيه عيب اول حاجة اللي ممكن تنقل مثلا سكن مش مناسب مناخ هناك مش مناسب لانك انت مش متأقلم على المكان ده انت ممكن تتأقلم عليها بعد كده بالاضافة ان فيه مكاتب كتير نصابة كتير خلي بالك من الموضوع لازم ما تتعاقدش إلا مع مكتب يكون موثق وانا ان شاء الله هقدر اتواصل معاكم لو عاوز يوصل يتصل بيا واسم لكم الارقام التليفونات اللي انا وصل لكم المكاتب تكون موثقة ان شاء الله بالاضافة برضو العيب الوحيد انت بساحة بسافر لوحدك لو انت ملقش واحد صاحبك ولا حاجة بسافر لوحدك تمام ومن اللي كان هناك والتجارب هناك والعيشة والدنيا هي العيشة بسيطة زينا زي مصر بالظبط العيشة هناك بسيطة وناس طيبين وما فيش اي مشاكل انتظرونا في حلقات قادمة عن السنوات السودانية والجامعات السودانية وبرضو هنتكلم عن السنوية والجامعات في روسيا ان شاء الله من خلال مصادرنا اللي هناك وهنجيب لكم صور من داخل الاماكن دي وتعرفوا دائما الى قناة اجياء نداز ارقام التليفونات هيكون في كل اللي انت عاوز تعرفه عن السنوية السودانية ادعي لنا بقى وقولوا دايما يا رب هنتظركم ان شاء الله في التعليقات ولو في اي حاجة تصل عليها ان شاء الله يكون دايما مجيب لكل طلباتكم يا رب العالمين كان معكم اسامة رز المؤسس اجيال الاندلس اشترك في القناة حتى يصلك كل جديد ان شاء الله سلام اشترك في القناة